بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم طلب الصف الاول الثانوي و معدنا مع تريجر ايلاند الفصل السادس اللي هو نهاية الترم الاول بالنسبة لكم نبدأ ان شاء الله بعد المقدمة وهنا في بداية الفصل بيقولك قبل ان تقرأ بيسألك سؤال ده عشان يعني يشوف ايه انت تركيزك ماشي ازاي بيقولك what do you think is happening تعتقد حيحصل ايه on the ship على السفينة while jim silver and the other men are on the island الشخصين دول والرجال الاخرين حيكونوا على الجزيرة يعني دول يعملوا ايه واثناء الاخرين هما كانوا على الجزيرة ناخد بالنا من الاحداث دكتور ليفيسي بيقولك when the boats went to the shore لما القوايرب ذهبت الى البر I talked to Captain Smollett تحدثت الى Captain Smollett and the Trelawney Mr. Trelawney برضو there was no wind at all ما كانش فيه رياح خالص هالاطلاق so we knew عرفنا we could not take the ship مش حنيقدان ناخد السفينة لطعن السفينة بتمشي بالرياح يعني بدفع الرياح even if حتى لو we wanted to attack the six men حتى لو احنا اردنا نحنا نهاجم الرجال الستة who stayed on the ship with us اللي كانوا مقيمين على السفينة معانا then we heard that Jim Hawkins سمعنا ان Jim Hawkins was on the island كان على الجزيرة with Silver and his men مع Silver والرجال بتوع we were very worried about him كنا قلقين جدا علي I decided to take a boat كررت اخذ مركب للشور للبر with another man مع رجل اخر we could trust نقدر ناثق فيه called Hunter اسمه Hunter طعن هنتر اسمعناه صياد ماشي when we reached the island لما وصلنا الى الجزيرة we walked a little way مشينا شوية كده and we then we found a small fort واجبنا قلعة صغيرة it was big enough for about 25 people كانت كافية او كبيرة بما في الكفاء بحيث يعني 25 رجل يقعد فيها and was very well defended ومحصنة تماما يعني ايه قادرة على الدفاع عن نفسه it also had water كان برضو فيها ميا طعن فيها ميا يعني ايه مش مثلا ميا في ثلجات او حنفية طعن ساعتها ما كانش في الكلام ده كان اكيد فيه ابار او ميا كافية مثلا مخزنة او حاجة يعني then I heard a shout بعك اسمعت صرخة حد بيصرخ I thought that jim was dead انا اعتقدت ان jim كان ميت ساعتها we ran back to the boat رجعنا جري الى المركب and soon returned رجعنا بسرعة الى الهسبانيولة السفينة الكبيرة I told captain smallet and mr trolley my plan كان انا اخبرت الاثنين دور على الخطة بتاعتي we quickly put food وضعنا طعام medicines and guns and guns وبنادي او مسدسات in the boat في المركب at the same time I then took the boat back to the beach رجعتي باع كده بالمركب الى الشاطئ with hunter and another sailor مع hunter وبحار اخر called Joyce اسمه Joyce we quickly took everything up to the fort خدنا كل حاجة وطلعناه الى القرعة then I left hunter and Joyce in the fort بعد كانت تركت الاثنين دول في القرعة and returned to the hispaniola ورجعت الى السفينة hispaniola we knew عرفنا ان silver had more than us معا رجال اكثر مننا but we also knew برضو عرفنا ان none of them مفيش حد فيهم had guns كان معا بنادي او مسدسات we thought اعتقدنا ان this gave us an advantage اعتقد ذا كان يعتبر بالنسبة لنا ميزة on the hispaniola على السفينة trailingi helped me to put food and more weapons into the boat ساعدني trailingi في اني اضع طعام اخر واسلحة اخرى في المركب then we called for captain smollett نادهنا على captain smollett وريدراث and a good sailor وبحار كمان called abraham وفيه كمان واحد اسمه abraham gray and they climbed into the boat with us our journey back to the island في باء رحلتنا واحنا رقعين الى القزيرة كانت الرحلة اكثر صعوبة than the others من الاخرين there were more people and supplies now there were more people كان فينا اكثر and supplies وامدادات اكثر now so the boat was heavy المركب اصبحت اكثر يعني ثقلا and very close وقريبة من الوطر يعني ايه نزلت شوية كده هبطت شوية فبقت قريبة من المية أو المية قريبة مننا we had to be very careful كان مفروض نكون حارسين جدا to prevent the boat from sinking عشان نمنع المركب من الغوص أو الغرع the wind blew from a different direction too كمان يعني ده بيتكلم على الصعوبات ده اللي واجهها كلها الرياح كانت بتهب من مكان مختلف من اتجاه مختلف and we were not moving towards the beach near the fort ما كناش بنقترب أو متجهين نحية القرعة نحية البيتش الشاطئ اللي هو القريب من القرعة we'll never get to the beach كده عمرنا مع ان يوصل الى الشاطئ I said we must keep in this direction لازم نحافظ على هذا الاتجاه said Captain Smollett work hard اشتغلوا بقوة اشتغلوا بجد be patient خليكوا صابورين and we will arrive حان يوصل إن شاء الله then his voice changed back the cannon رحم زع فجعل the cannon role المدفع the cannon المدفع I looked round بصيت حولي and realized ادركت ان المن we left on the hispaniola we're preparing a cannon ادركت ان الناس الموجودين على ال hispaniola كانوا بيجهزوا مدفع we were moving so slowly كنا منتحرك ببطء شديد that we were not far from the ship لذلك ان احنا مبعدناش عن السفينة it would be easy for them to hit us كان سهل جدا من نسبالهم هما يضربونا يضربونا طعم بالمدفع trailing stood up وقف مع gun مع مسدس او بندقية and fired at the pirates وأطلق النار على القراصنة and one of them fell واحد منهم وقع we heard a cry from the ships معنى صرخة من السفينة and another from the beach واحدة تانية صرخة تانية من الشاطئ we saw شفنا ان ال other pirates القراصن الاخرين were getting into their boats كانوا بيتجهوا الى المركب بتاعهم go as fast as you can ها امشوا باسرع ما تستطيعون كابتن سمولت هو اللي بيقول if we dont get to the beach لو ما وصلناش الى الشاطئ we are finished they are only using one boat وبيستخدموا مركب واحد فقط انا اللي قلت the other men are walking to the beach الناس التانية تمشي الى الشاطئ to wait for us عشان تنتظرنا it's a long way for them to run طويل بالنسبة لهم عشان يجرو said the captain سمولت it's a race يعتبر سباء to get there first عشان يوصلوا هناك اولا we moved fast تحرقنا بسرعة and the wind was not so strong near the beach والرياح مكنتش بالقوة اللي موجودة على الشاطئ however Trelawney fired his gun again برضو اطلق النار مرة تانية which made us all move to one side اللي خلتنا كلنا نجري او نتجي الى جانب واحد من المركب it started to sink بدعت بقى ساعتها ان هي تغوص او تغرق but we were in just three feet of water كدنا على يعني يعدوب بس مسافة ايه ثلاث اقدام من المية القدم بيبقى 70 سنتي عشان تبقوا عارفين it was not difficult to walk to the beach مكنش صعب نحن نمشي بقى ساعتها الى الشاطئ يعني كنا خلاص قربنا بالشاطئ but we had lost many of our supplies فقدنا امدادات كثيرة من اللي معانا in the water في المية including some of our guns حتى بما فيهم ايه بعض من البنادق او المثلسات there were now voices اصبح الوقت فيه اصوات في التريز الاشجار and we knew عرفنا ان ال pirates were near ان القراصنة قريبين منا we had to get to the fort كان مفروض نحن نوصل الى القلعة before the pirates got to the beach قبل ما القراصنة يصلوا الى الشاطئ we all ran as fast as possible كلنا جرينا باسرع ما نستطيع and at last where وفي النهاية نغص كده على الصورة ديت القلعة يعني we saw في النهاية شفنا الفورت in front of us القلعة امامنا at the same time في نفس الوقت seven pirates arrived at the other side في سبع من القراصنة وصلوا الجانب الاخر of eight minute القلعة the pirates looked surprised كان بيبدو ان القراصنة مندهشين to see the fort ان هما شافوا القلعة and stopped these gave us time to fire our guns ده ادانا وقت ان احنا نطلق النار بتاعنا and they quickly turned وبسرعة هما لفوا كده and ran into the trees جيروا تاني الى الاشجار before behind them before we could enter the fort abl ma naddkhl القلعة we heard another gun fire سمعنا في بندقية تانية بتضرب and poor redroth fell down while miskin redroth waqa ala earth we quickly picked him up بسرعة رفعنا and took him into the fort dakhlna ila القلعة but it was too late كان بعد فوات الاوان he was dead mate Trirone was very sad كان حزين جدا redroth had been a good servant to him طبعا كان خادم جيد كان بيخدمه باخلاص يعني captain smollett put up a flag وضع captain smollett وضع captain smollett عالم inside the fort جوه القلعة and counted the supplies قاعد يعدل الحاجات اللي هو معنا then he asked me طلب مني أو سألني how long will we have to spend on this island هنقضي قدي من المدة على هذه الجزيرة هنقضي قدي يعني هنا على الجزيرة دي in England في انجلترا I told blandly that if we were not back by August لو مرجعناش على اغسطس to come and find us مفروض هو ايه يجي ويدور علينا I explained we need the supplies that were lost in the sea طب احنا كنا محتاجين للاملادات او الحاجات المؤن اللي وقت فيه او فقدت فيه البحر captain smollett هو اللي قال without them بدون الحاجات دي we have enough supplies until july only معنا الاملادات دي تكفينا لغاية july اللي هو ايه يوليو فقط at that moment في اللحظة ديه في الوقت ده we heard gun fires معنا برضو اطلاق نار and the fort was nearly hit وتقريبا تم اطلاق النار على القلعة they can see the flag هم كده شايفين العلم we should take it down لازم ننزل العلم ده no said captain smollett قال لا we keep the flag لازم نخلي الفلاج مرفوع it will show the pirates that we are not frightened of them بيتوري القراصنة او بيبين للقراصنة ان احنا مش خايفين منهم اصلا لهم في الحروب زمان كان ايه لو انا مثلا يعني رافع العلم بتاعي يبقى انا كده ايه واقف على الرجلي وقدرنا انا اقاوم لو نزلت العلم او رفعت العلم ابيض معناه ان انا كده خلاص مستسلم يعني فهو ده المعنى the gunfire continued برضو استمر اطلاق النار but it was almost impossible for them كان صعب جدا مستحيل بالنسبة له ان هما hit anyone inside the fort لما يطلقوا او يصيبوا اي حد جوه القلعة just then ساعتها بس we heard someone calling سمان حد بينادي بيقول ايه دكتور مستر ترلني كابتن are you there بينها الثلاثة دول بيولوم انتم موجودين ايه لما يبدأ باذن الله